في خطوة تهدف إلى تخفيف التوتر بين القوتين العظميين الولايات المتحدة والصين قام مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفن بزيارة إلى بكين استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها بمسؤولين عسكريين وسياسيين الصينيين واختتمها بلقاء رئيس الصيني شي جيمبينغ رسائل رئيس الصيني كانت واضحة حيث أكد أن دول العالم أجمع في حاجة إلى التضامن والتنصيق فيما بينها وليس الإقصاء أو التراجع وأعربا عن أمله أن تنظر واشنطن إلى التنمية الصينية باعتبارها ليست تحدياً وأن يعلم الجميع على تحقيق التفاهم حتى يعمى الرخاء والسلام على أنحاء الكرة الأرضية سوليفن هو أيضاً حمل في حقيبته بعض التطمينات من الرئيس الأمريكي جاك بايدن بأنه ملتزم بإدارة العلاقة بين واشنطن وبكين بما يحفظ أمن وسلام الجانبين وتكيد على أن المنافسة بين دولتين العظميين لا تعني الصراع ولا تؤدي إليها وقبل لقاء الرئيس الصيني اجتمع سوليفن مع نائب رئيس اللجنة العسكرية الصينية المركزية الجنرال وهو الاجتماع الذي وصفه مستشار الأمن القومي الأمريكي بأنه حدث نادر والذي أكد خلاله أن كلا البلدين يتحملان مسؤولية المنع المنافسة من التحول إلى صراع أو مواجهة المحادثات بين الجانبين تطرقت أيضاً إلى الأوضاع عند مضيق تايوان وأهمية الحفظ على الاستقرار في هذه المنطقة وتأمين حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبية ذلك الممر المائي التجاري الحيوي الذي يضم مناطق محل نزاع كما عبرت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن دعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية والسؤال هل تنجح زيارة سوليفن إلى بكين في رأب الصدع في العلاقات الأمريكية الصينية فعلاً أم أنها مجرد خطوة للتهدئة لكسب بعض الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة لصالح المعسكر الديمقراطية؟